اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بشكل تأخر اليوم اشتركوا في القناة كانت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انسان تعطلوا حتى 20 دقيقة او او اعطل يعني هذا التأخر في الباقاش والتطبع وتخرج وتدير تاست هذا شيء متوقع منك أن نسمع أنه الجارية لتوصل إلى المطار يكون هناك زربة وخفة والناس قد تدخل في شيء في شيء لبعض مرات بحل كيف يقومون في المطار أنه لا يوجد شيء ما يحسنون أنهم يريدون أن يزربوا يتعرفون أنهم يستطيعون أن هذا تاست سريع لكي يكون هناك زربة لكي يوصلوا لكي يديروا التاست مما علينا نأكد هذا التصريح فقط من الجارية سويسا لأكد أنهم يتلقحوا وعندهم معاناة كبيرة من ناحية التايس فقط من أجل الدخول إلى التراب الوطني ونرجع ونكملوا الفيديو وفي الكثير من الناس التي توفوا لهم والديهم لم يستطيعون الدخول ولم يستطيعون الدخول أنا بالنسبة لي الوالدي كان عيان وكانت ضروري لكي ندير المغرب لكي ندخل المغرب وهذا الشيء اللي بشرني سوف يمشي المغرب على هذا الشيء لبعنا درت الفاكسان درت لي بخمي و lover 2 قوة الس Vie لم يكن هناك شخص ونحن لديه وكانت تنزل مثلا قد أمار 10 أو 15 يوم وغيرا لم يكن لديه يومين ويومين ويومين ويستطيعون أن يكونوا المغرب كثير من حيث للدرجة رائع بكل مغرب حيث المغرب سواء الداخل والخارج مستمرة نتعليم حيث السرط ويحتوي على مغرب المغرب وأكدتك مما المغرب ننتقل للمستوى الأخضر. مباشرة للمغرب ننتقل للمستوى الأخضر يعني الحال يبقى جيدا وبالتالي قررت أغلب دول أوروبية عاليا لدى التلقيح الكامل وهنا حاليا هنا في المغرب يقدر يغادر البلاد بدون الحاجة إلى التاسك بي سي ار حيث ما يسمى إذا كانت دون عضلة سواء الجالية الألمانية نغل إيطالية نغل فرنسية نغل إسبانية فقاوم نغل بلجيكية كذلك نقرأوا منه الإنسان حاليا فقط سواء الجوارات يعني الإنسان لا يستخدم هناك فيما يستخدم حتى يستخدم فرنسية لا، سواء الجوارات سواء تقرأوا ثلاثة ثلاثة كثيرة جوارات وإنما تستخدم المطار فقط سواء الجوارات وإنما يستخدم فرنسية لا يستخدم المغرب نتقل للمستوى الأخضر لإجراءات منطق الحكومة تستخدم الجمهورية على الملاعب ولكن من ناحية الشروط من ناحية تخفيف الشروط وهو مطلب الجالية واضع إذا كنت تستخدم إذا كنت تستخدم أما إذا كنت تستخدم الكامل فأنت تستخدم المطار ناحية تستخدم الكامل إنه تستخدم العائلات من أربعة أو خمس أفراد تستخدم الملسين وإستخدم الشروط إلى الثلاثة أو خمس أفراد معاناة الجارية أعلم أن التذاكر حالياً تقريباً عن الشركة العربية عن الخطوط حالياً أثمينة قليلاً لن تشعرها الثلاثة أنا أخذ التأثير ثلاثة تأثير أنه إرتفاع الأسعار زائد الأثمينة التأثير إذا أردت أن تتأثير تأثير التأثير عني رغم أنه ليس جانع ولكن يتم تأثير الوقت والإنسان سومنس يوجد أن يتم تطويره أي مطار عالمي حالياً تقريبنا على قيضان الاخر ولكن في من يجرّل التعثير تتأثير الاخر على أي مجاني وجد أن يت cumplى هذه المطار صحيح بوطة تأثير أن يحصل بل نفسه وتم توقيع أن نتأخر ثلاثة في عامة 4 وتقارأ Dodge ويمكن أن يتطع التحرير الآن يتدخل على الحضارات مثل الإجراء أو عامة هل الذي يتفوق أن تنبذني؟ يبدأ أن الكثير من المغرب أبلغ الصنب يتم تنبذني عنه يبدأ أن الإجراء البشر والإجراء البشر يعني الإنسان كما يلغب أن الإجراء في المغرب أما أن الإجراء البشر، يقوم أن يتفوق إليها في مستقبل الوظائف ويجعل أن يتفوق إمكانوها إنجلتيرا أن ينتهي للوظائف يوجد دول مجاورة مرة كسنا تلقي حوينواركين جالية حاليا ما زالت وعانيا ولكن كنا تستنموها أنه سدف نغر جمهور الملاعب ولكن كنا من ناحية الشروط قاعد وضم القنوان والله المستعان ويما وعيدونا تيوشين شعلها نجيش للليف ضروري رسالة الجالية واضحة أنه تخفيف الشروط يغسطيلي عاجلا وليس عاجلا لأنه يكفي يكفي معاناة فمنذ بداية الجائحة قارت أن هالمعاناة الأكبر نعانا ذي سنشين كمواطنين مغاربة للداخل ولكن تعاني الزيس الجالية أكثر من ناحية شروط والله أكبر الحق حاليا صارت العشاء وإن شاء الله تعالى تيرين مارا باليحوحت هي كبيرة الإخوان والأخوات إن شاء الله تعالى هذا الفيديو نذيره قصير ولكن كنصر واحد الرسالة وصفه هو الأذان أنها الجالية كتعاني والمغاربة حاليا كيعاني وهم كيفكروا ملاعب كرة القدم والله المستعان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته